محورنا من بغداد وهذا المسرح العتيق الذي قدم الكثير من الأسماء المهمة على صعيد العراق وأيضا الوطن العربي بمخرجين بممثلين بكتاب نص مهمين ضيفنا اليوم حقيقة من طراز آخر حول المسرح العراقي هو الدكتور حسين علي هارف المخرج والمبتكر والمختص بشؤون المسرح العراقي دكتور نورتنا في برنامج بيت للكل حياك الله أهلا وسلم شكرا جزيلا تحياتي إليك والمشاهدي العراقية والمشاهدي برنامج بيت للكل حيث ما كان نورتنا دكتور دكتور قبل فترة من يحصل مهرجان في العراق رغم الظروف الاستثنائية أطلق هاشتاق كان بغداد تغني عندما عادت بابل بعد توقف الـ 18 عام اليوم المسرح العراقي يعود إلى ألقة لكن بحضور القادمين صوب بغداد وصوب المسرح ما هي المقولة المناسبة اليوم للعراق؟ فرح بغداد أعتقد أن دارة المهرجان كرسوا هذه المقولة كثيرا يعني وصفوا هذا الكرنفال بفرح بغداد فرح بغداد بغداد فرحة بهذا الوهج المسرحي بهذا الكرنفال بهذا الحضور النوعي يعني هذا المهرجان يتسم بأنه إضافة إلى الكم العالي 21 عرض من تقريبا 15 دولة لكن هناك نوع أيضا هناك مستويات رفيعة جدا من العروض المسرحية وجمهورنا ليشاهد إذا نقولهم للمتابعين للمشاهد العربي أيضا بأن اليوم بغداد تحت فيه بمهرجان بغداد الدولي للمسرح بدورته الثالثة نعم وبمشاركة عشر عروض عربية من تسع بلدان ومشاركة خمس عروض أجنبية من أوكرانيا من روسيا فرنسا بلجيكا وإيران بالإضافة إلى عروض عراقية أيضا تم اختيارها من بين سلسلة من العروض التي قدمت في الموسم المسرحي الماضي وتم اختيار ست عروض خمسة في داخل المنافسة وعرض أنا وجهي خارج المسائق وبالناسبة الآن في مصر أكون مهرجان مسرح جامعي كان المفروض أكون في هذا المهرجان لولا أسباب تنظيمية وإدارية وهذا هم من التوقيت أنه يقام مهرجان زملان شفناهم ومهرجان الكويت أيضا الآن من الثلاث مهرجان الآن في هذا اليوم أخناك عروض لمهرجان دولي جامعي في القاهرة وعروض مهرجان مسرح الكويتي ومهرجان محلي وضيوف عرب ومهرجان بردار أعتقد هذا يراد لتنسيق دكتور هل هو مؤشر خير بالنسبة بعدما كانت كثير من الماشيتات تقول بأن الجمهور التابع للمسرح غادرة وأروقت المسارح فارغة بدون جماهير ومتابعين هو مؤشر إيجابي ولكن هو لا ينفي هذه التهمة أو المؤاخذة لأنه الجمهور اللي يرتاد المهرجانات ما هو الجمهور المسرحي المستهدف شواء كان في القاهرة أو في كويت أو في العراق أو في دمشق لأن هذا جمهور مهرجان أنا شخصيا كمسرحي يا عربي أجد أنه إحنا المهرجان خلص هو أداة لتطوير أدواتنا فرصة للقاء لتبادل الخبرات ولكن هدفنا الحقيقي جمهورنا الحقيقي هو ما يقدر جيني هو المسرح 400 كرسي 500 ضيوف المهرجان هل العروض هي للنخبة اليوم دكتور؟ المهرجانات هي للنخبة ولمعنيين باشتغال المسرح عندما أذهب إلى القاهرة في العام الماضي أو القبلة مهرجان القاهرة كل من كان يشاهدوا العروض هم ضيوف مهرجان القاهرة والفرق العاملة وكذا ربما يتسنى للبعض من المقربين وأصدقاء الفرق المسرحية وكذا أن يشاهد ولكن آن الأوان يعني هاي هم فرصة أيضا آن المهرجان أعتبرها عافية للمسرح للحركة المسرحية العراقية والعربية ولكن عافية الحقيقية أم نتصل بجمهورنا وأن نسعى على أقل باتجاه صناعة جمهور مسرحي يعني أنا دائما أقول إذا المسرحين العرب في كل البلدان أنا متابع الحركة أخفقنا في أن نصنا جمهور مسرحي موسبي يعني ما عندنا موسيب بس رحي عندنا مهرجانات تقام في مناسبنا لكن ومع هذا المهرجان أنا بتقديري خصوصا من ناحية التنظيمية والفنية يعني فرصة أن يشاهدون الطلاب محد الفنون جميل عرض أوكراني اسمه كاليغولا واحد من أروع العروض شاهدت أنا في القاهرة في دورة مهرجان القاهرة في السنة قبل الماضية أو شاهد عرض روسي أو شاهد عروض من يعني هذه لا تتاح لأنه طلابنا ما يقولون يسافرون طبعا فكأنك جبت البلدان إلى مسرح الوطني وإلى مسرح الرشيد وإلى مسرح الرافدين فرصة كبيرة جدا وأيضا الملاحظة المهمة والتقاط المهمة اللي حضرتك أشرت إليها هي وجود عرض روسي وعرض أوكراني نعم هاي هم يعني المسرح جمع بلدين الآن هما متحاربين يعني الحقيقة وبطبيعة الحال في داخل الفندق أو في الندوات أو في حفلات الاحتفاءات اللي تصير للوفود كانوا قريبين من بعضهم الوبد الفرقة المسرحية الروسية مع الأوكرانية وحاولوا أصدقان الروس أن يحيون زملائهم الأوكرانيين اللي ربما تحفظوا قليلا ولكن الفكرة أنهم انجمعوا من الذي جمع بلدين متحاربين المسرح الفن الفن بصورة الفن الرياضة أعتقد هذه هي رسائل سلام لغات سلام يعني لا يمكن للسياسة أن تلقي بظلالها من حيث هذه الضغينة والاحتراب على محراب الفن أو على الرياضة لأنها مشاعلة جميع إذن هذه اللغة الواحدة دكتور اليوم من خلال حضرتك ومتابعتك لهذا المهرجان هناك لجنة لتقييم الأعمال المسرحية المشاركة في هذا المهرجان لجنة التحكين لجنة التحكين طبعا سبقتها لجنة مشاهدة لاختيار العروب لأن هناك كثير من البلدان تقدمت ربما رشحت لم تلقى موافقة لجنة المشاهدة وحتى عروض عراقية يعني من بين كم اختاروا خمس عروض أو ستة وكذلك العروض العربية كثيرة جدا تم اختيار عشر لجنة مشاهدة امتقت وانا اعتقد هي يعني لجنة مشاهدة نجحت الى احد كبير في انتقاء عروض كما قلت نوعية ومنها العرض الجزائري جي بي اس والعرض المغربي ومعظم هذه العروض هي فائزة بجوائز مهرجان الهيئة العربية المسرح او مهرجان القاهرة لكن لجنة التحكيم الآن بتقديري الله يساعدهم الله يساعد أستاذنا وصديقنا محمود أب العباس تحيات طبعا أستاذ محمود لأن المهمة صعبة صعبة في أمن تختار الأفضل على مستوى التمثيل على مستوى الإخراج على مستوى السينيغرافيا صعب جدا طبعا تحياتنا لفنان القدير محمود أب العباس من خلال هذه اللجنة اليوم انت من خلال هذا البرنامج رؤيتك رؤية المخرج تختلف تماما عن رؤية أي شخص حتى المتابع للشأن خاصة الفني باعتقادك أي الأعمال المسرحية راح تحصد المركز الأول في هذا المهرجان يعني هو أكثر من رشح ثميا سنسهلها يعني مقاربة بين النبوء والتوقع أنا أميل إلى عرض كاليغولا بجمالياته بخطابه هو كاليغولا مسرحية عالمية لك لم يقدمها بطراز تقليدي ستايل قدمها بمعالجة حديثة جدا ومفردة ديكورية غريبة جدا اللي هي الأفرشة من الضغط العالي فإذا كاليغولا وربما أيضا العرض الجزائري جي بي اس اللي قدم فانتازية ومعالجة فانتازية لواقع سياسي عربي محتدم يعني أعتقد قد يكون عرض المغربي شطارة ولكن أنا أشيد بالأعمال العراقية يعني مثلا هي كلها جيدة لكن عمل الافتتاح ربما العراقي كانت حاضرة بهذا طلقة الرحمة عمل كوريغراف لفناننا المنقرد الواعد محمد مؤيد كان عمل أذهل الجميع ولهذا قرار أن يكون عمل افتتاح كان بعد اللجنة المشاهدة شاهدت التمييز العالي والإبداع لهذا العمل فاختارت تكلية افتاح وإعلن الوفود استحسنت هذا العرض طبعا إلى جانب عروض مهند هادي وعلى قحطام وعروض المسرحية دكتور هل ممكن أن نستثمر الوفود العربية الحاضرة إلى المسرح العراقي وفي بغداد طبعا بتسويق أعمالنا المسرحية ما هي الرؤى المستقبلية للمسرح العراقي من خلال هكذا مشاركات يعني أكيد هو تلاقح يعني هناك ضيوف جاء وهم أيضا منسقين ومدراء مهرجانات وشاهدوا العروض العراقية وانطلعوا وهو غريب على المسرح العراقي ليس بغريب بغداد من أول من أقبنا مهرجان بغداد كان عربي في وقت همود وغلي في متصف الثمانينات عندما لم يكن هناك مهرجانات أخرى فهذه الدورات لا زالت عالقة في ذاكرة المسرحيين العرب لكن الأهم نسينا لذكر أن هناك ورش ورش وقيمة على هامش المهرجان هناك أكثر من حفل توقيع لأربع كتب ممتاز حراك ثقافي يعني هناك ندوات فكرية عن عملية التمسرح وهناك جلسات نقدية وهذه ميزة من ميزات المهرجانات العراقية حتى للمحلية لأنه دائما لدينا مستوى عالي من النقد والنقاد لدينا بالعراق واستضفنا نقاد عرب أيضاً وتشوف الجلسات النقدية التي تقام في الفندق صباحاً تقيم العروض المسائل التي سبقتها وفي أعلى المستويات وفي أسماء عربية لامعة ومهمة مثل بطولات كرة القدم بأكثر من ملعب تقام المباريات في منطقة ومنطقة أخرى في أكثر من ملعب وهي أيضاً ملعب نحن اليوم أكثر من ملعب أكثر من مسرح المسرح الوطني المسرح الوطني والمسرح الرافدين المجاور إليه وهناك مسرح الرشيد مسرحنا العتيد الذي كاد أن يؤد ولكن الحقيقة جهود دارسين المسرح جهود دكتور أحمد والكادر التقني المجاهد ترى هو بجهود وتحركات ذاتية ومن قبل فرق عمل داخل الدائرة حقيقة عدو الحياة لهذا المسرح الذي يحمل ذكريات المسرح العراقي هو ذاكرة المسرح العراقي دكتور إذا قال أوليام شيكسبير أعطني خبزاً ومسرحاً أعطيك شعباً مثقفاً نعم ربما يقولون لمن قالها ولكن المقول الأهم المقول الأهم بالنسبة للمسرح ماذا تقول في نهاية هذا اللقاء من خلال دولنا العربية وبرنامجنا العربي بيت لكل المسرح أقول لكل الحكومات العربية المقولة ذاتها أعطني خبزاً ومسرحاً أعطيك شعباً وعياً وثقفاً بمعنى أنه يجب أن يولى المسرحيون العرب الاهتمام الذي يستحقونه من كل الحكومات العربية لأن المسرحي فنان صاحب رسالة وفنان يمتاز بالوطنية وبغيرته على بلده وبرغبته في أن يحقق تنمية ثقافية في مجتمعه نورتنا المخرج الكبير والدكتور حسين علي هارف في برنامجنا العربي بيت للكل من خلال هذه الإطلالة المهمة وهذه المعلومات القيمة والأجمل والحب الكبير للمسرح إن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى من خلال هذا البرنامج ويكون المسرح العراقي في الصدارة أو مثل ما نقول في المحافل العالمية مفقط العربية شكرا لك وشكرا لبيت الكل وشكرا للمشاهدين تحياتنا لهم في بغداد وفي الأردن وفلسطين والقاهرة وحيثما يكونوا الآن يشاهدون على شاشة العراقية وبيت الكل نورتنا دكتور شكرا لك إذن زملائي ثابعتوا هذا المشهد الحالي للمسرح العراقي وأيضا بغداد تغني وبغداد تبدع وبغداد تقدم من خلال الأعمال المسرحية في هذا الكارنفال الكبير للمسرح العربي اللي احتضنته بغداد في هذه الأيام ودائما نقول الاحتمام بالمثقف والفنان والأديب والكاتب هم من ينقلون صورة البلدان وحضارة وتاريخها ونكون بعيدين عن السياسة لبعض من الأوقات أو الدقاق حتى نجعل أوقاتنا مسترخية ومستريحين في هذه الأجواء وإذن زملائي هذه عودة مجددة لكم لتنقلونا إلى مشهد آخر من مشاهد المسرح العربي ترجمة نانسي قنقر